السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن ولاه أما بعد فإخوتي في الله أخواتي في الله إني أحبكم جميعا في الله والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أحبتي في الله مع آية عظيمة من كتاب الله عز وجل من سورة آل عمران يكون اللقاء قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى ادعى أقوام محبتهم لله عز وجل فابتلاهم الله عز وجل بهذه الآية تعرف أن الجميع يدعي عظيم محبته لله عز وجل حتى أفجر الفجار تعلم أن الجميع يدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان يخالفه في جل أوامره أو في كل أوامره ابتل الله الجميع بهذه الآية آية ممحصة تبين الصادق من الكذاب تبين الدعي من الذي لا ينطق إلا بالحق قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فجعل الله عز وجل أعظم أماره وعلامه على صدق محبة العبد لله عز وجل هي اتباع المصطفى اتباع المجتبة اتباع البشير النذير اتباع النور الذي أنزل الله عليه نورا وأرسله فينا ليخرجنا من الظلمات إلى النور محمد صلى الله عليه وسلم يا من تدعي محبة الله إن كنت ممن يخالف أمر رسول الله فمحبتك مزيفة فمحبتك مزورة فمحبتك كاذبة أخلاقك تفضحها عقيدتك تفضحها آدابك تكشفها عباداتك تكشفها ويا من يدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخالف أمره ويبتدع في دينه ولا ينصر شرعه ولا ينعش سنته ولا يعض على هديه بالنواجذ كما أمر فمحبته زائفة حب النبي ليس بإقامة الموالد حب النبي ليس بالتواشيح والأناشيد يا أحمر الخدين يا أكحل العينين يا زين العرب وانتهى لك أن تتصور لو أن إنسانا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما أجملك ما أروعك ما أحسن أخلاقك ما أجمل الأدب الذي تتأدب به آمنت بك يا رسول الله فقال له رسول الله إذن الله يأمرك بكذا وكذا يأمرك أن تصلي خمس صلوات في اليوم والليلة فقال الرجل ها أصلي لا أنا لن ألتزم بخمس صلوات في اليوم والليلة أنا سأصلي في رمضان فقط يا رسول الله أو سأصلي الجمعة فقط مع رمضان يا رسول الله طيب الله يأمرك أن تصوم رمضان لا والله رمضان الصيام الثقيل ويأمرك أن تخرج من زكاة مالك كذا في كل عام إذا بلغ مالك كذا من النصاب أعطي ثمرة عرقي وكتحي وكدي للفقراء هو أنا اللي خلقتهم لا لن أخرج الزكاة ويأمرك بالحجاب لا يا رسول الله الحجاب تتخلف أنا غير مقتنعة بالحجاب وينهاك عن كذا وكذا 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 فإذ بهذا الرجل أو هذه المرأة التي تمدح ليل نهار في رسول الله ترفض أوامرة تعطي الأوامرة تخالف أوامرة وتقع فيما منع وحذر وحرم هذا الإنسان بهذا الوصف أكان يقبله رسول الله أكان يحبه رسول الله يبني أعظم علامة على صدق محبتك للنبي أن تتبع النبي أن تتأسى بالنبي أن تقتدي بالنبي أن تهتدي بالنبي الله عز وجل جعل أعظم أمارا على صدق محبة العبد له اتباع النبي الله عز وجل جعل أعظم أمارا على صدق حب العبد للنبي التأسي بالنبي ودعكم من الكلام الكثير فالمحبة اتباع المحبة اقتداء وربنا أمر بهذا في كتابه الكريم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم الاتباع هو الاقتداء والتأسي كما أمر الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الثقلين سيد ولد آدم سيد الخلق حبيب الحق صلى الله عليه وسلم خليل ربنا صلى الله عليه وسلم رسول الله هو المسلم النموذج هو المسلم القدوة وأمرنا ربنا أن نقتدي ونتأسى به فقال جل جلاله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله وليوم الآخر والقاعدة أن الله ما أرسل رسول إلا ليطاع قال ربنا في سورة النساء وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ القاعدة الذي توزن عليه أعمالنا فأي عمل على خلاف سنته مردود أي عمل مهما اشتهدت فيه على خلاف ما أمر به مردود وكم من أناس يكدحون ويعملون أعمالا كبيرة وكثيرة وليقبلها ربنا في الآخرة لأنها افتقدت شرط من شرطي العمل من شرطي القبول الإخلاص أو الاتباع أو كلاهما قال ربنا في كتابه الكريم وقدمنا اسمع الآية اللي بتخلع القلوب دي وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ليه لم يخلص في عمله لم يبتغي به وجه الله أو أخلص في العمل وخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يا راجل الرجل صلى صحابي صلى بين يدي النبي ثلاث مرات وبعد كل مرة يأتي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيرد النبي عليه السلام ثم يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي الرجل صلى فعلا لعيش أربع ركعات أو المغرب تلت ركعات والنبي يرقبه وينظر إلى صلاته وبعد الصلاة ييجي السلام عليك يا رسول الله وعليكم السلام ورحمة الله ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات يعيدها إلى أن قال هذه صلاتي لا أعلم غيرها يا رسول الله فعلمه رسول الله أن الأطمئنان ركن في كل ركن صلاة السراق لا تقبل وأشد الناس سرقة الذي يسرق في الصلاة اللي بيصلي كده الله أكبر الله سمع الله الله هؤلاء الذين يهرجون قالوا الصلاة بطلة صحابي أعاد الصلاة بين يدي النبي ثلاث مرات لا يطمئن في ركوع ولا في سجود قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي لأنه خالف هديه في الصلاة وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي فلما خالف الصحابي صلاة النبي في صلاته بطل عمله فانتبه يا عبد الله اعلم يا مسلم أن كل الطرق إلى الجنة مسدودة وأن كل الأبواب إلى الجنة مغلقة إلا الطريق الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوما بين الصحابة فرسم على التراب خطا مستقيما ورسم خطوطا عن يمينه وشماله جانبية ثم قال هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ثم أشار على الخطوط الجانبية وقال هذه سبل على رأس كل سبيل منها شيطان ثم تلا قول الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله أي أحد مهما كبر شأنه مهما عظمت عمامته مهما كثرت شهاداته إن أمرك بأمر ليس عليه دليل من قرآن أو من سنة أو من أقوال الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين أو الأئمة الكبار فقوله مردود بل أي أحد إذا خالف قوله قول النبي ولو كان من كبار الصحابة فقوله مردود كل الطرق إلى الجنة مسدودة إلا طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويصور لنا القرآن حسرة المبتدعين في الآخرة هؤلاء الذين جاءوا في دين الله بأمور ما فعلها النبي ولا أمر بها ولا فعلها واحد من أصحابه وأصحاب النبي فوق المئة ألف ولا فعلها أحد من جيل التابعين ولا من جيل أتباع التابعين ولا فعلها واحد من الأئمة الأربعة أمور عجيبة حسراتهم في الآخرة يصورها القرآن قال ربنا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا الفرقان ويقول الله عز وجل يوم نقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول الأحزاب طاعة النبي أعظم أمارة على صدق محبة النبي طاعة النبي واجبة أوجبها الله في قرآنه وأوجبها النبي في سنته قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله الأنفال قال الله عز وجل قل أطيعوا الله والرسول آل عمران قال عز من قائل وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون قال الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله من يطع الرسول فقد أطاع الله لأن الذي أمر بطاعة رسول الله هو الله عز وجل قال الله عز وجل قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول النور قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الحشر والآيات في هذا الباب كثيرة كثيرة والأحاديث أيضا في هذا الباب كثيرة كثيرة يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فهو رد أبشر يا كل مبتدع أبشروا يا من ألفتم للناس أوراد وأذكار وصلوات وعبادات ما أنزل الله بها من سلطان أبشروا يا من خربتم على المسلمين عقائدهم ببدع مقيتة أبشروا أبشروا بسوء العاقبة يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته طاعة النبي واجبة وطاعة النبي رتب الله جل جلاله عليها ثمرات وبركات وكرامات يجنيها العبد في الدنيا والآخرة أعظم ثمرة لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي الفوز بمحبة الله آه لو أحبك الله ونادى في السماء يا جبريل إني قد أحببت عبدي فلان فأحبه فنادى جبريل في الملائكة إن الله قد أحب فلانا فأحبوه ثم يوضع لك القبول في الأرض آه لو فزت بمحبة الله سعدت في الدنيا والآخرة فالله لا يحب إلا الطيبين الله لا يحب إلا الصالحين فاللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك أعظم ثمر يا مسلمين لطاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفوز بمحبة الله عز وجل قال الله جل جلاله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله الثمر الثانية الفوز بمغفرة الذنوب بوضع الأوزار بتكفير السيئات بستر العيوب اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا والدليل في نفس الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم يا صاحب الذنب الكبير يا صاحب الوزر الثقيل أيها المقصر المفرط وكلنا أنت تريد أن يغسلك ربك من الذنوب يضع عنك الأوزار يكفر السيئات يمحو الخطايا عض على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلم أن رسول الله ما ترك في حياتنا شاردة ولا واردة ولا حركة ولا سكنة ولا شاذة ولا فاذة إلا وله فيها سنة يا رجل النبي علمك تنام إزاي على أي جنب تنام ماذا تقول عندما تنام إذا انكشف عنك غطاؤك واستيقظت بالليل ماذا تقول ماذا تقول عندما تستيقظ بأي قدم تدخل الخلاء بأي يد تغسل عن نفسك الأذى ماذا تقول عند دخول الخلاء ماذا تقول عند الخروج من الخلاء بأي يد تأكل ماذا تقول عندما تأكل وماذا تقول في نهاية الطعام وإذا نسيت الذكر في أول الطعام ماذا تقول في آخر النبي لم يترك في حياتنا حركة ولا سكنة إلا وله فيها سنة صلى الله عليه وسلم تعلم هذه السنة وعمل بها وعلمها للناس يحبك الله ويغفر ذنوبك ويسطر عيوبك ثالثا من أعظم ثمرات اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لك الله نورا تمشي به بين الناس أن يجعل لك الله فرقانا أن يريك الحق حقا ويريك الباطل باطلة يجعل لك بصيرة يملأ قلبك نورا وسمعك نورا وبصرك نورا ويجعل لك نورا ويجعلك للناس نورا بباركة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والدليل قول ربنا الجليل وإن تطيعوه تهتدوا وإن تطيعوه تهتدوا أنت مختلف في مسألة مع أي أحد قالوا تعالى هاتي لي دليل من القرآن هاتي لي دليل من السنة ففيهما الهداية والنور والحج الدامغة رابعا من ثمرات اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الفوز برحمة الله في الدنيا والآخرة قال ربنا وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم لا تعذبنا فأنت علينا قادر اصرف عنا سوء القضاء يا أكرم الأكرمين تريدوا أن ترحم أطع محمدا الرحمة المهدى صلى الله عليه وسلم قال ربنا وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون خمسة من ثمرات اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ثمر عظيم أوي 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 أن تفوز بمعية النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والصديقين والشهداء أن يجعلك الله من أهل الرفيق الأعلى من أصحاب الدرجات العلا في الجنة كل البركات دي كل الثمرات دي ببركة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم قال رب العالمين في كتابه الكريم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم مع الناس اللي انت في كل ركعة وكل ما تقرأ الفتحة بتقول يا رب خليني معاهم يا رب أبقى معاهم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق سادسا من ثمرات اتباع النبي المصطفى المجتبى صلى الله عليه وسلم الفوز بالجنة ولا شك اسمع اسمع هذا الحديث العجب روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى إلا اللي مش عايز كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى فعجب الصحابة وقالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى اللهم ارزقنا طواعيتك وطواعية رسولك يا رب من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى سابعا من ثمرات اتباع المصطفى أن جاء من الفتن وما أكثر الفتن وما أكثر أهل الزيغ والضلال الذين يضلون الناس ليل نهار تريد نوراً تريد فرقاناً تريد بصيرة تريد هداية تريد أن تنجو من الفتن اتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد قال فيما رواه الحاكم وصححه الألباني وكلكم يحفظ هذا الحديث تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً كتاب الله وسنته كذا في حديث الترمذي الذي رواه العرباض بن سارية لما قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون والحديث رواه الحاكم أيضاً فقلنا وكأنها موعظة مودع يا رسول الله فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله وبالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عابد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ تعرف ما هي النواجذ لا مش الأسنان مش الأنياب النواجذ الأدراس شوف لما أنت تحط حاجة في فمك وتعض عليها بأدراسك صعب جداً إن حد يجذبها من فمك النبي يقول لك عض على السنة بأدراسك فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة في رواية النساء وكل ضلالة في النار ثامناً من ثمرات اتباع النبي قبول العمل تبارك الذي بيجه الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل وهو العزيز الغفور قال الفضيل بن عياض وأحسن العمل والعمل الصالح هو الخالص الصائب والخالص ما ابتغي به وجه الله والصائب ما كان على هدي رسول الله وقد قال النبي والحديث رواه البخاري من حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فهو رد والثمرات والبركات والرحمات كثيرة إجمالاً كل خير في الدنيا والآخرة في طاعة الله عز وجل وفي طاعة رسوله وكل شر في الدنيا والآخرة في مخالفة الله عز وجل وفي مخالفة رسوله وربنا يقول فليحضر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة الخير كله في طاعة الله ورسوله والشر كله في مخالفة الله ورسوله كيف كان الصحابة يعضون على أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمونه روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد بن المعلى قال كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي فقال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم حتى لو بتصلي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ناداك اخرج من الصلاة وأجب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج أبو داود عن جابر بن عبد الله قال لما استوى رسول الله يوم الجمعة يعني على المنبر قال اجلسوا فسمع ذلك عبد الله بن مسعود فجلس على باب المسجد فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى يا عبد الله ابن مسعود في رواية تانية أن اللي جلس عبد الله بن رواحة وجلس إلى بعد الخطبة وناداه النبي بعد الصلاة لماذا جلست في الشمس قال سمعتك تأمر اجلسوا فكرهت أن أخطو خطوة على خلاف أمرك يا رسول الله فقال له النبي زادك الله طواعية لله ورسوله هكذا كان كل الصحابة حتى في أمر النبي بيشفع فيه في فرق من أمر النبي يبقى واجب تنفذ وبين شفاعة النبي عندك لقضاء أمر أنت بالخيار كانوا يعظمون حتى شفاعته كعب بن مالك قال كان لي على ابن أبي حضر الدين فالتقيت به في المسجد فطالبته به حتى ارتفعت أصواتنا فسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إلينا فكشف سجفا حجرته فناده يا كعب فقال كعب لبيك يا رسول الله قال ضع من دينك هذا وأو ما إليه أي الشطر قال قد فعلت يا رسول الله قد فعلت يا رسول الله ليه عند رجل مئة ألف ليه مئتين ألف النبي قال له تنازل عن النصف لأخيك تنازل قال لك قد فعلت يا رسول الله قد فعلت يا رسول الله أبو بكر مات النبي وعاد أسامة بالجيش أسامة شاب عنده 18 سنة النبي جعله على جيش خرج لكتال الروم وبعد موت النبي ارتد المرتدون وزادت شوكة الذين ادعوا النبوة وناس منعت الزكاة نار حول المدينة المنورة قال عمر يا أبو بكر لا تنثج جيش أسامة قال لا قال إذن ولي من هو أسن منه قال والله لا أحل لواء عقده رسول الله بيده طيب الناس دول منعوا الزكاة بس بس بيصله قال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم علي ثم قال كلمة احفظوها قال إني لست تاركا شيئا كان رسول الله يعمل به إلا عملت به إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ يعني أضل عمر وقف عند الحجر الأسود وقبله وبكى وقال أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك قال عندما هم بالضباع والرمل في الطواف للضباع أنه كشف الكتف الأيمن والرمل أنه يمشي الرجل في الثلاث أشواط الأولى بخطة متسارعة متقاربة قال لماذا الاضباع والرمل وقد كنا رأينا به المشركين النبي لما جي سنة سبعة لعمرة القضية قال بعض الكفار لبعض جاءكم محمد بأصحابه أوهنتهم حمى يثرب هلم نميل عليهم ميلة ونكسر شوكتهم وهم في بلدنا مكة فنقل جبريل المؤامرة للنبي فأمر النبي قبل الطواف الصحابة اضبعوا فكشفوا الكتف الأيمن صحابة أبطال أبطال ثم قال أرملوا فتحركوا بخطة متسارعة متقاربة بيهدوا الأرض هد فقال الكفار هؤلاء الذين زعمتم أن حمى يثرب أوهنتهم فعمر بعد موت النبي وموت الصدق ودخوا الأهل مكة الإسلام والخلافة الراشدة قال الله كنا قد رملنا واضبعنا عشان نخوفهم نرأي به المشركين ففي مرء الضباع والرمل الآن ثم قال ولكني لا أترك شيئا أمر به رسول الله ده اسمه إيه؟ تعظيم لأمر النبي ابن عباس جاءه عروة بن الزبير وقال أضللت الناس يا ابن عباس قال وما هذا؟ قال تبيح للناس العمرة في هذه العشر وقد كان أبو بكر وعمر ينهيان عنها التمتع يعني؟ فقال ابن عباس لعروة موبخا يا عرية اسأل أمك يعني أسماء لقد حج الناس مع النبي هذا مفرد هذا قارن هذا متمتع ما نهى ده اجتهاد أبو بكر ده اجتهاد عمر لكن مواجه بكلام سيدنا النبي ثم قال توشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون أبو بكر وعمر حتى لو سيدنا أبو بكر خالف اجتهاده أمر النبي فالكرامة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم نعباس أيضا يروي والحديث رواه مسلم إن النبي رأى رجل في يده خاتم من ذهب فجاء النبي فنزعه وطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمر من نار يجعلها على أصبعه فلما انصرف النبي قال الناس للرجل خذ خاتمك وانتفع به بيعه ادي لأمك ادي لمراتك ما هو بيعه حلال والتجارة في حلال إنما لبس الراجل اللي ادهب ده من شغل الحريم حرام قال والله لا أخذه وقد طرحه رسول الله بيده أمك عائشة تقول رحم الله المهاجرات لما سمعنا هذه الآية وليضربن بخمرهن على جيوبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين قامت كل امرأة إلى مرتها المرحل المرت ثوبكت تربطه على بطنها على الوسط الثياب قامت كل امرأة إلى مرتها المرحل وما خرجت إلا وهي متلفعة يعني بحجابها يعني أبت الصحابية بعدما سمعت أمر الله أن تخطو خطوة إلا على طاعة الله عز وجل والأمثلة عندي كثيرة جدا في تعظيم الصحابة لأمر النبي وفي عظيم اتباع الصحابة للنبي حتى في العادات حتى في المباحات صلى الله عليه وسلم فيا مسلم إذا أردت أن تحتفي وتحتفل برسول الله ونحن في ربيع الأول فالاحتفاء والاحتفال وأعظم بركة نتبرك فيها برسول الله هي اتباع سنته هي أن نقتدي بهديه أن نقتفي أثرة أما أن تجد إنسان يقول أشعار وتواشيح وكذا وكذا ويدعي المحبة هو ترك للصلاة مبتدع في دينه أمر النبي بإطلاق اللحية هو يسب اللحية وأصحاب اللحة أمر النبي بالحجاب هو يحارب الحجاب ويدعي محبة النبي أمر النبي بكذا وكذا ويخلف كل هذه الأوامر ثم يقول ما أجملك يا رسول الله ما أبهاك يا رسول الله يا أكحل العينين يا أحمر الخدين يا زين العرب لا المحبة الاتباع الأدب في الاتباع ما لم يكن في عهد النبي ولا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين ولا في عهد أتباع التابعين ما لم يكن في هذه الأزمنة الفاضلة التي شهد النبي لها بالخيرية عندما قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ما لم يكن في هذا الزمان الفاضل دين فليس لنا اليوم بدين أسأل الله عز وجل أن يمسكنا بما كان عليه رسوله وبما كان عليه أصحاب رسوله وبما كان عليه أتباع أصحاب رسوله وبما كان عليه أتباع أتباع أصحاب رسوله إنه ولي ذلك ومولاه بحبكم في الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته